ارتفاع كلفة الإنتاج قلصها مشا الربحي بالنسبة إلى بشير حتى بات مشروع عائلته مهدداً بالإفلاس من النهار اللي فيها 24 ساعة يلزمك تخدم فيه 16 ساعة ما يلزمش عندك مكينة واحدة أنا عندي مكينة فيها خمسة سانك بيست تهبط من خمسة شيرات يلزم عندك خمسة مكينات أو أكثر سانك بيست ويكونوا يخدموا كل واحدة 16 ساعة بش تنجم تخلص روحك تخلص كريدياتك تخلص البنوك وتخلص بتبيع العائلات اللي قاعدة تخدم معاك وقاعدة تعاون فيك جيتنا أيامات الحقيقة في ظرف السكر المقطوع في ظرف البينويري جيت أيامات اللي وصلنا خدمنا عشر أيام في الشهر وصكرنا بقية الشهر أكثر من مئتي ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهددة بالإفلاس وفق إحصاءات غير رسمية واقع ثقم ديون صغار التجار والحرفيين في مختلف القطاعات النشيطة التي تشكل 90% من النسيج الاقتصادي في البلاد المشكلة هو أنه عدم توفر السيولة وعدم توفر القروض وعدم توفر التسهيلات ومعنتها البنوك اللي عندها مطالب مجحفة في الضمانات يلتجأ صاحب المؤسسة إلى إصدار شيكات ضمان وشيكات مؤجلة وهذا ما يفتح البيب للمخاطر أنه يكون معنتها في السجن وتتدمر المؤسسة الحكومة التونسية تسعى إلى تخصيص 120 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنعاش الاقتصاد أميمة بن خلف المشهد تونس